أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع محاضرة جديدة في درس العلم والتي نتحدث فيها إن شاء الله تعالى عن أقسام العلم حديثنا ما زال موصولا عن العلم الشخصي وليس العلم الجنسي وهو محور دراسة باب العلم وهو العلم الشخصي من أقسام العلم العلم باعتبار أصالته في العلمية أصالته هل هو أصيل في العلمية أم أنه طارئ وداخل على العلمية ولم يكن علما أول ما استخدمه العرب هذا ما نذكره الآن العلم باعتبار أصالته في العلمية هل هو أصل في العلمية أو لا ينقسم إلى قسمين إما مرتجل وإما منقول عالم مرتجل وعالم منقول ما المقصود بالعالم المرتجل؟ هو العالم الذي لم يسبق له استعمال قبل العالمية مثل أدود وسعاد ماذا يعني هذا الكلام؟ أي أن كلمة أدود وسعاد أول ما استخدمها العرب استخدموها أعلاما لأشخاص أدود بمعنى الرجل القوي والداهية للمذكر وسعاد من السعادة لعلم لمؤنثة أول ما استخدم هذان الاسمان استخدمها أعلاما هناك نوع آخر للعلم باعتبار أصالته وهو العلم المنقول والمقصود بالعلم المنقول هو ما سبق له استعمال قبل العلمية أي استخدمه العرب قبل أن يكون علم استخدمه في شيء آخر مثل منصور محمود حاتم حازم كلها كانت أوصافا هذه ثم انتقلت إلى العلمية وهذا يسمى علم منقول لأنه نقل من الوصف مثلا إلى أن أصبح علم إلى أن أصبح وأخذه وسموا به شخصا وما زال يستخدم بهذا الاستخدام فأقول أنت محمود الصفات محمود هنا وصف لك وليس علما على شخص بعينه أخذ العرب هذا الوصف وسموا به شخصا محمود فهذا يسمى علم منقول طيب من أين تنقل هذه الأعلام؟ اللي هو العلم المنقول هذا من أقسام العلم من أين ينقل؟ العلم المنقول قد يكون منقولا عن وصف أو عن اسم جنس أو عن مصدر أو عن فعل أو عن جملة كاملة أو عن جملة كاملة يبقى قد يكون منقول عن وصف أو عن اسم جنس أو عن مصدر أو عن فعل أو عن جملة فعلية كاملة نبدأ بالمنقول عن الوصف العلم المنقول قد يكون منقولا أي استخدم قبل أن يسمى به قد استخدم وصفا كاسم فاعل مثل حارث حاتم صالح حازم كلها أسماء للفاعل حارث من حارثة صالح من صلع فاستخدمت أولا وصفا لشخص بعينه وصفا ثم نقلت وأصبحت علما فحارث وصالح وحاتم وحازم أعلام منقولة عن اسم فاعل أو قد تكون أعلام منقولة عن صفة مشبهة مثل حسن أو عن اسم مفعول مثل منصور أو محمود فهي لم تكن في الأساس أعلاما بل كانت أحد الأوصاف ليس الصفة والمنصوف ولكن أحد المشتقات مثلا ثم نقلت إلى العالمية ومنها عباس مثلا صيغة مبالغة عباس أقول أنت عباس الوجه فأخذت هذه الصفة وأصبحت علما على الشخص قد يكون الاسم أو العلم منقولا عن اسم جنس أي اسم يدل على جنس كامل من الكائنات كأسد كلمة أسد تنطبق على جنس الأسود فهناك من سمى ابنه أسد مثلا وغزال هناك غزال تنطبق على جنس الغزلان فنقلت من اسم جنس للغزال إلى اسم شخص بعينه كذلك فهد أخذت من جنس الفهود تطلق على جنس الفهود وسمي به شخص بعينه قد يكون العلم المنقول منقولا عن مصدر مثل الحالة الثالثة مثل كلمة زيد زاد زيد وفضل فضلا هذه مصادر وسمي بها أشخاص نقلت من المصدرية إلى العالمية قد يكون في الحالة الرابعة قد يكون الاسم منقولا عن فعل مثل يزيد أقول يزيد ما أنيب هذا فعل أخذنا كلمة يزيد ثم نقلت وسمي بها شخص استبشارا بأن يكبر هذا الشخص ويزيد في أبنائه كذلك شمر هذه اسم قبيلة ولكنها في الأصل تدل على من يشمر ملابسه ثم نقلت وأصبحت علما على شخص وكذلك تغلب وكذلك يعيش ابن يعيش صاحب المؤلفات في النحو يعيش نقل من الفعلية إلى الإسمية الحالة الخامسة والأخيرة التي يكون فيها العالم منقولا قد يكون منقولا عن جملة كاملة أخذنا الجملة كاملة وأطلقناها على شخص مثل شاب قرناها وتأبط شرا هذه جملة شاب قرناها جملة كاملة تأبط شرا جملة كاملة برق نحره جملة كاملة يعني شاب قرناها فعل وفاعل ومضاف إليه تأبط شرا فعل وفاعل وفاعل به نقلت من الجملة فأصبحت علما على شخص وهذا علم منقل وليس علما أصليا أو مرتجلا هناك أقسام للعلم باعتبار أصله سأشير إليها الآن وأدلف بعد ذلك في المحاضرة القادمة إلى الحديث عن أقسام فروعها هناك العلم باعتبار أصالاته في العالمية وهنا باعتبار أصله ما أصل هذا العلم إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا فالعلم المفرد لا يقصد بالإفراد هنا الإفراد العددي ولكن يقصد بها أنه تكون من كلمة واحدة وهو أغلب أو كثير من الأسماء مفردة مثل خالد مأهود محمد مكة المدينة الرياض القاهرة بيروت أغلب الأسماء مفردة ثم قد يكون باعتبار أصله قد يكون مركبا ويقصد بالمركب ما تركب من كلمتين فأكثر أيًا كان هذه الجزئية أو هذا النوع من أنواع العلم باعتبار أصله سنحتاج إلى تفصيله في أقسام العلم المركب وله أنواع مختلفة سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة إن شاء الله فإلى اللقاء